بسم الله الرحمن الرحيم تلامد سنة الأعزاء سعيد بلقائكم ضمن سلسلة دروس مادة التربية الإسلامية لتلامدة الأولى باكالوريا ومع محور جديد ضمن مدخل الاستجابة الذي اخترنا له عنوان فقه الأسرة الأسرة نواة المجتمع مر معنا الحديث عن الأسرة من حيث بنائها زواجا من حيث تدبيرها حتى في لحظات اضطرابها وقفنا عند نموذج بيت النبوة ووقفنا عند قلق يوسف لفراق إخوته وشوقه في أول لقاء وحزن يعقوب عليه السلام بعد ذلك الفراق اليوم سنترح هذا السؤال هل يمكن أن نبني أسرنا على قواعد الاستقرار؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ لأن واقع الأسرة اليوم يؤكد ضمورا في دور هذه الأسرة بل صارت الأسرة جزرا في بيئة واحدة أفرادها منعزلين كل في عالمه الخاص لا بد للأسرة لا بد لنا جميعا أن نسعى لأن تستعد الأسرة دفعها وتحقق تماسكها سيكون هذا الأستاذ السؤال منطلقنا لمعالجة هذا المحور وأقترح عليكم العناصر الآتية صلاح الأسرة باعتبارها أساس صلاح المجتمع استقرار الأسرة من حيث شروط هذا الاستقرار ومقوماته الحقيقية ثم كيف نحفظ أسرنا بعد أن نبنيها من الانحلال والتفكك لا بد أن نستحضر قبل الخوض في معالجة هذه العناصر مفهوم الأسرة الذي مر معنا إذ أشرنا فيما سبق إلى أن الأسرة رابطة تبدأ بعلاقة زوجية أساسها المحبة والرحمة موثقة شرعا بمثاق الزوجية يتفرع عن هذه العلاقة سلسلة من الامتدادات نحو المجتمع بدءا بعلاقة الأبوة والأمومة والبنوة بل تصل إلى علاقة المصاهرة والعمومة والخؤولة والجدودة هكذا ينطلق الزواج من فردين ليمتد نحو المجتمع ولذلك فهي آسرة جامعة للعلاقات الاجتماعية إذا كانت الأسرة بهذا الاعتبار فكيف يمكن إذن أن نبنيها وهل نحن في حاجة أصلا إلى بنائها الأسرة في منطق الإسلام هي ثروة المجتمع هي رأس مال المجتمع هي رهان المجتمع لماذا؟ لأسباب كثيرة يمكن أن نذكر منها أنها وسيلة تجديد طاقات الإنسان البشرية كيف لا وهي أصل النوع البشر وحافظة بقائه الأسرة من حيث البناء النفسي العلمي التربوي الإجتماعي هي المدرسة الأولى وأساس بناء المجتمع هي التي تحفظ هوية المجتمع بكل أبعادها لهذه الاعتبارات جعل الإسلام الأسرة لبنة أساس في بناء المجتمع وربط بالأسرة جملة من الوظائف النص الذي بين أيدينا الذي تعرفونه لكن اليوم سننظر إليه من زاوية بناء الأسرة ما من مولود إلا يولد على الفطرة إشارة بأن الأسرة مدعوة إلى أن تحفظ هذه الفطرة مشروع الأسرة الأول وحفظ فطرة أبنائها ذكورا وإناسا إن لم تكن الأسرة هي الحاضنة والحافظة لفطرة أبنائها فمن يقوى على القيام بذلك الأسرة أيضا هي حافظة النوع البشري وضامنة استمراره كما تشير الآية التي بين أيدينا والتي سبق أن أشرنا إلى معناها تبدأ العلاقة الزوجة من نفس واحدة بل إن الوجود البشري بدأ بنفس واحدة الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هي إذن نبعو هذا الفيض البشري حافظة النسل والعرض لا تفرخ لنا أبناء بل تفرخ أنفسا مكتملة محفوظة الفطرة لماذا؟ لأنها نشأت في بيئة مبنية على أسس المودة والرحمة ولذلك كما اشترط الإسلام للأسرة هذه الوظيفة وضع لها مقومات كما سنرى بعد قليل لتحقيق هذه الأهداف في كلمة واحدة لا صلاح للمجتمع إلا بصلاح الأسرة ونجاحها في مهامها التربوية والاجتماعية بعد أن اكتمل عندنا الوعي بأهمية الأسرة وبالرهان على الأسرة نحن مدعوون إلى أن نبحث في سبل استقرار وبناء هذه الأسرة القائمة بوظائفها الشرط الأول ننطلق في تحديده من هذا النص الذي بين أيدينا الذي يرى فيه البعض أن استقرار الأسرة شرط لاستقرار الإنسان بل أساس تحقيق التكافل الاجتماعي فالأسرة توفر نظاما من القرابات تشكل سندا نفسيا وماديا لأفرادها الإسلام يؤكد هذا التوجه ويراهن على هذا التوجه ويدعم هذا التوجه من خلال جملة من مقومات بناء الأسرة المستقرة لعل أولها هو أنه يشترط في هذه العلاقة الزوجية التي هي أساس الأسرة أن تنبني على أكبر قدر من التماسك لأن التماسك العلاقة الزوجية هو مدخل تماسك الأسرة وامتدادها نحو المجتمع وقد عرض الوحي هذه الحقيقة في مثل هذه الآية الكريمة ومن آياته التي تستحق الاعتبار وتستحق التأمل وتستحق الإكبار أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا خلق للزوج زوجة وللزوجة زوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لا سكن لعلاقاتنا الأسرية إن لم تبنى على أساس المودة والمحبة والرحمة هل يعد هذا مطلبا حالما؟ الإسلام لا يعود فقط على هذا الأساس بل يسنده بشرط الباءة وهي مرتبطة مباشرة بتلبية حاجات الأسرة المادية فإذن هم جناحان روح وجسد لهذه العلاقة الزوجية ظهر إذن وتبين أن بناء العلاقة الزوجية على أساس متين هو أحد المقومات التي يعول عليها الإسلام لضمان بناء أسرة مستقرة هناك مقومات أخرى تدعم هذا المقوم ويتعلق الأمر بهذا المبدأ القائم على التشاور وعلى الحوار وعلى تبادل النظر في شؤون الأسرة وفي مصيرها وهذا ما يمكن أن نعبر عنه بمجموع الأحكام الشرعية التي وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة الزوجية ذلك أن هذه العلاقة لكي تستمر لكي تستقر لا بد لها من أسس التفاهم والتوافق على جملة من القواعد طبيعة الحال وفاء بالحقوق المتبادلة وإن كان رهان الإسلام أكثر من ذلك ولا يبني العلاقة الزوجية فقط على الحقوق والواجبات بل على المحبة والبدل والمبادرة من كلا الطرفين هناك مقوم أخير يمكن أن نقف عنده وقد مر معنا لكن لا بأس من تذكير به هو الاقتداء بنموذج النبوة كثيرة هي المعاني التي يمكن أن نستخلصها من بيت النبوة من العلاقات الأسرية في بيت النبوة علاقة الزوجين بعضهم مع بعض علاقة الأبي مع أبنائه علاقة الأبناء فيما بينهم كل ذلك يجعلنا نقوم ونقوم علاقتنا على أساس هذا البعد المتين ألا وهو الاقتداء بنموذج النبوة باعتباره نموذجا خالدا للأسرة السعيدة هذه إذن جملة من الشروط والمقومات نعول عليها لبناء أسرة مستقرة لكن يبقى الأمل في حفظ هذه الأسرة من الانحلال والتفكك ولا مناصة من احترام الشروط التي ذكرنا قبل ذلك لأنها هي الضمان الأول والأخير لحفظ هذه الأسرة من التفكك والانحلال نعتقد أن أسرة يوسف وأسرة عقوب عليه السلام نموذج عقوب ويوسف والإخوة كان نموذجا للأسرة متحركا إضافة إلى النماذج الأخرى أسرة العزيز عزيز مصر كلها نماذج لأسر تتفاوت في استقرارها وفي سكينتها يعقوب عليه السلام حين وجه أبنائه بل وجه أصغر أبنائه يوسف عليه السلام لكتم الرؤية كان ذلك بهذا الدافع دافع حفظ الأسرة من وساوس الشيطان التي قد تفكك أواصرها أيضا عندما طلب يوسف لقاء أخيه وبدل في ذلك حيلة كان ذلك تعبير عن شوق الإخوة داخل الأسرة الواحدة وقد مر معنا في الجزء السابق من سورة يوسف ذلك الشوق وتلك الفرحة التي آوى بها يوسف أخاه وكيف أيضا عبر الوالد بعبرته بدمعه بشوقه يا أسف على يوسف حتى بيضت عينه من الحزن كما هو معلوم نحن في حاجة إلى أن يعبر أفراد الأسرة بعضهم لبعض عن كل مكنوناتهم عن معاني التعبير عن معاني الاحترام والتقدير المتبادل نعتقد أن هذا المحور قد جعلنا نلامس الأسرة من مجموعة من القيم لعل القيمة الأساسية والبارزة في العلاقة الأسرية هي قيمة المحبة لا يمكن أن تنشأ علاقة زوجية بدون محبة لا يمكن أن تستمر بدون محبة خالصة عميقة متبادلة هذه المحبة تظهر مودة ورحمة بين الزوجين وبين الأبناء وبين كل الروابط التي تفتحها الأسرة هذه المودة لكي نسندها لا بد لها من دوابط وأحكام وقواعد سلوكية تتجلى واضحة جلية في الاستقامة على أحكام الشريعة التي نظمت هذه العلاقات بذلك تقوى الأسرة على القيام بواجبها في حفظ الأسرة وتلك قيمة عظمى رشح الإسلام الأسرة لها أسرة بهذا الاستقرار لا شك أنها ستخرج لنا أجيالاً وستخرج لنا نماذج من أهل الإحسان والاستقامة الذين أيضاً يتحركون في المجتمع بدافع المحبة بدلاً وعطاءً تلك إذن جملة من القيم التي يمكن أن نقف عندها في معرض حديثنا على الأسرة وما أحوجنا اليوم إلى أن نمتد بهذه القيم سلوكاً حياً ماثلاً في علاقاتنا الإجتماعية لا بد أن نراهن على الأسرة في كل بناء استقرار الأسرة حصانتها من التفكك مشروط بتثبيت مقوماتها النفسية العاطفية الفكرية الحقوقية معرفتي بقواعد بناء الأسرة اقتداء بنموذج النبوة مدخل أكيد لأن أوفق في بناء أسرة سعيدة لعلكم تذكرون السؤال الذي بدأنا به هذا المحور هل هناك إمكاني لبناء أسرة مستقرة في واقع متحرك لا بد من بناء الأسرة على قواعد الاستقرار ولا بد من احترام تلك المقومات التي سبق ذكرها ولا بد من استحذار نموذج النبوة بل نموذج كل الأسر السعيدة كأسرة يعقوب عليه السلام شرط الاستقرار يمكن الإنسان من أن يستقره أيضا ويدرك معنى وجوده ويسعى في صلاح بيئته ومحيطه يبقى السؤال قائما كيف تنخرط الأسرة إذن في الوفاء بحق البيئة هل يمكن أن نعول عليها في هذا الجانب هذا ما سنتناوله بشيء من التفصيل في المحور القادم ضمن مدخل القسط وإلى ذلكم الحين أراكم بألف خير دامت لكم العافية والهناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته